أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة وليلعه النايب القائد الأعلى النايب الأول لرئيس مجلس الوزراء أن مملكة البحرين تفخر بقيم التعددية التي ترسخت في هويتها الجامعة وأنها ستظل ملتقا حضاريا وثقافيا يجسد موقعها وإسهاماتها في التاريخ الإنساني بقيمه وإرثه وقال سموه إن حضرة صاحب الجلالة الملك الوالد حمد بدعيس آل خليفة عاهلة البلاد المفدة حفظه الله ورعاه يؤكد دائما على هذا النهج بما يرفض استمرارية مسيرة المملكة من الانفتاح الذي عرفت به على مختلف الشعوب والحضارات والثقافات جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله بقصر الإقضابية اليوم القسط ماس كانجيرا بالي رئيس كنيسة جنوب الهند حيث أشاد سموه بمدى عمق العلاقات البحرينية الهندية التاريخية وما وصلت إليه من تطور وتقدم ساهم في تعزيز التعاون بين البلدين الصدقين منوها سموه بالدور الذي تقوم به الجالية الهندية وأسهامها في عملية التنمية وبما تلقاه من احترام كبير من المجتمع البحريني من جانبه عرب القسط ماس كانجيرا بالي رئيس كنيسة جنوب الهند عن شكره وتقديره لصاحب السموه الملكي على فرصة اللقاء بسموه مشيدا بما تتميز به البحرين من دور في الحفاظ على نهج التعددية والاحترام المتبادل بين مختلف الثقافات والأديان وأشاد بما تلقاه الجالية الهندية في البحرين من رعاية واهتمام كبير اشتركوا في القناة